ترأس معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة اجتماعا لمناقشة الوضع الوبائي للنواقل الأمراض بسلطنة عمان وأكد الاجتماع أن 76 حالة إصابة بحمى الضنك سجلت في سلطنة عمان بسبب بعوضة الزاعجة المصرية التي ظهرت في محافظة مصقف ووصلت إلى محافظتي جنوب وشمال الباطنة مشيرا إلى بدء وزارة الصحة والبلديات في المحافظات حملات للتخلص من هذه البعوضة التي تسبب أيضا أمراض أخرى كالحمى الصفراء التي تنتشر في بعض الدول الأفريقية وناقش الاجتماع الوضع الوبائي لحمى الضنك والملاريا ونتائج التقصي الحشري على المستوى الوطني والوضع الميداني الراهن للانتشار الجغرافي للبعوضة الزاعجة المصرية وتوزيع الحالات في محافظة مسقط بالإضافة إلى مناقشة أدوار مختلف الجهات بهدف توحيد الجهود حول مكافحة نواقل الأمراض وأبرز التحديات التي تواجه حملة القضاء على البعوضة الزاعجة المصرية أطلقت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط مع بلدية مسقط حملة مسقط لمكافحة الزاعجة المصرية تحت شعار كون التغيير وتستمر الحملة حتى نهاية الشهر الحالي وتشتمل على إقامة معرض لتعريف بالبعوضة الزاعجة التي تتسبب بنقل مرض فيروس حمى الضنك وتوضيح جهود المكافحة والمتابعة بعد اكتشاف وجودها في عدد من الأماكن بمحافظة مسقط كما تركز الحملة على أهمية الإصحاح البيئي والمكافحة ودورها في القضاء على البعوضة مع أهمية الشراكة المجتمعية في دعم ومساندة هذه الجهود